الجزء الثاني من ما زاله لما يترك مادرة كاريكونوها النهاردة احداث القصة دمار يا صحبي فعايزك تصحصح معايا قبل ما نبدأ القصة انزل نعمل لايك جامل للفيديو ده بنزل القصة الزائدة كثير ومن غير رغ كثير يلا نبدأ صح وقفنا في الجزء اللي فات عند اللحظة اللي اكتشف فيها مادرة تقنية اخترحة توبروما وعن طريق التقنية دي هيعيد احياء الموتر اه في جزء قبل ده لازم تشوفه بعد كده تشوف الجزء ده عشان تكون فاهم الاحداث مش هايزاي هيظهرك في الاي اللي فوق مادرة يكرر انه هيعيد احياء توبروما الاول ويعرف منه اسرار التقنية دي فيعيد احياء توبروما فعلا توبروما هيتفاجئ اللي جابني هنا مادرة يقول الله ده الكلام طلع بجده توبروما يفهمه اسرار التقنية دي وقال له لو حد قدر يعيد احياءك عن طريق التقنية دي هترجع في شبابك مادرة طبعا كل الكلام ده بيسمعه ومصدوم وبيقول هو ايه الحوار انا حسس ان بحلم فبعد ما خلص توبروما كلامه مادرة قاعد يفكر قال بس عندي خطة حلوة السلاسي المرعب هيتجمع تانية توبروما توبروما بيقول له سلاسي مرعب ايه بس مادرة يقول له انت حمار ياضي انا وانت واخوك هاشيراما هنتجمع تاني في شبابنا ونخرب الدنيا توبروما يقول له لأ انت هكيد بتهزر ويسأله طيب انت عندك خطة معينة مادرة يقول له بص اول حاجة نتكلم عني انا انت ديك شايف الصحة راحت وبقيت رجل عجوز انا هديك عيني بس لا ما تفرحش قوي هترجع حالي تاني بس بعد ما تعيد احيائي علشان انا مش ضامن هرجع بيها ولا لا لو خلتها معي وخد عينة من الحمض النوعي بتاعي توبروما يقول له يلا يا عم توبروما يروح يجيب اسرين من اسرة الحرب ويجيب الحمض بتاع اخوه هاشيراما وهو اصلا خد عينة من حمض مادرة ويعيد احياء مادرة وهاشيراما كده اتجمع السلاس المرعب من جديد مادرة وهاشيراما وكمان خالدين لازم يتختموا عشان يموتوا هاشراما بيقول هو فيه ايه؟ توب راما يفهمه على كل حاجة مادر يقول له توب راما العين بتاعت فين يوض توب راما يرجع له العين بتاعت بس فيه مشكلة هنا الناس في القرية مش فهمة اللي بيحصل هم عارفين ان توب راما مات لكن فجأة يظهر توب راما وهاشراما ده مات من زمان رجع ازاي بقى مش فهمين اي حاجة يتجمعوا كبار العائلة ويروحوا لمكتب الهوكاجي بس توب راما يطلع يهدي الدنيا ويقول لهم ده تكنية اسمها تكنية الاستنساخ تكنية جديدة لسه مكتشفها غريب اوي توب راما ده طبعا كان بيهبد مفيش الكلام ده الكده عشان يسكت الناس وسألوه دلوقت مين هو الهوكاجي مادره يقطع كلام توب راما ويقول لهم توب راما هو الهوكاجي السالس لقرية كونوها ويتوق توب راما بلقب الهوكاجي بس مين شايف كل ده ومش عاجبه زيتسو الاسوي مع اصل زيتسو لو لعب مع اي واحد من الثلاثة دول هيكسروا مش بيهزروا دول ومستحيل يلعب في حجر القتشيها ولا يعمل اي حاجة زي دي الصداقة بينهم كبيرة جدا صعبة تتحول لك الرهية المهم زيتسو يفكر يوصل لخطة رهيبة يقول انا اسرق عيام مادرة هي دي السلاح الوحيد القوي اللي عندهم وقدي لعندي لشخصي يكون قوي يقدر يستخدمها ويكون انا المتحكم في الشخص ده يضحك زيتسو يقول انا ازاي اصلا هسرق عيام مادرة زيتسو يقول مفيش غير خطة واحدة ممكن تنجح وممكن تفشل انا اعمل نسخ كتير من زيتسو الابيض واستدرج مادرة بعيد عن الكاريو ويكون بعيد عن طبيراما وهشراما وانا محتاج نسخة واحدة بس من النسخ الكتير دي مادرة ما يقدرش يشوفها وعن طريق النسخة دي اسرق عينه يقول مفيش غير اني اعمل حرب من الكرة المخفية كلها يعمل حرب كبيرة فعلا ودي تكون حرب نينجا التالتة تشارك فيها كل الكرة المخفية في الوقت ده كان في شخص اسمه ميناتو نامكازي لفت انظار مادرة و هشراما لي بسبب موهبته وزكاءه العالي ميناتو كان بيدارف فريق في الاكاديمية كان معاه في الفريق وبطوه وكاكاشي ورين ويشارك الفريق مع ميناتو في حرب نينجا التالتة مادرة يقول له هشراما مع اني في حرب شغالة دلوقت بس فرحت لما شفت ميناتو حسيت ان واخد زكائك وقوتي هشراما يقول له اصدق ايه يعني اصدق اني ضعيف تبراما ييجي ولما تبراما ييجي ييجي ومعه مصيبة يقول لهم يلا بينا عشان في جيش من قرية الصوت جاي يهجم علينا دلوقت عايزين نفاية الجيش ده بره علشان ما تحصلش اضرار كتيرة في القرية وتكون الناس في امان مادرة و هشراما يقول له يلا بينا يروحوا يلاقوا مش جيش واحد دول تلاتة يقرروا انهم هيقسموا نفسهم هم التلاتة على ثلاث جيوش وطبعا في دعم منقر يتكونوها معاهم بس مادرة يقول لهم شكرا مش عايز دعم انا الواحدي حملة هشراما يقول له يا ابني انت مش بتحرم تحب افكرك باللي حصل لنا زمان مادرة يقول له دلوقت احنا خلدين يا هشراما زي ما قلتلك انا الواحدي حملة مش محتاج دعم هشراما يقول له براحتك مادرة يروح يقاتل لوحده وهشراما مع دعم ونفس الكلام توبيراما تبدأ المعركة هشراما وجيش الصغير اللي معاه متفوقين تفوق كبير على الجيش اللي ضدهم وطبيراما برضو نفس الكلام بس مادرة حصلت معاه حاجة غريبة مادرة اتصدم اول ما شافها الجيش اللي قدامه كله لونه ابيض يقول هو فيه ايه انا بحلم يا جدعان ولا ايه لا وعدد كبير جدا اضعاف عدد الجيش اللي قدامها هشراما هو هيموت ويعرف ازاي الناس دي لونها ابيض كل ده وهو شايفهم جايين من بعيد محصلش اشتباك ما بينهم يوصل الجيش وتبدأ المعركة مادرة يستعد ويستدعي تمثال الجيدة عشان يقتل بيه مادرة يضرب مجموعة كده يلاقيهم زي البنج بونج بيموتوا بسرعة مادرة يضحك ويقولوا انت جايبين يتهزقوني هنا يا جدعان مادرة يقول احاربهم بايده احسن مادرة قاعد يموت واحد ورا واحد من غير تمثال جيدة ولا بطيخ زيتسو الاسود كل ده وقف من بعيد مستني اللحظة ان واحد من الجيش ده يكون بعيد عن مجر رؤية مادرة ويغفله وياخد عينه ويمشي المعركة شغالة ومادرة هو قص كساكا كبيرة في نفسه والناحية التانية هشراما متفوق على الجيش اللي قدامه وتبراما انهى المعركة بتاعته وروح عشان يساعد اخوه بسبب انه كان هو الاقرب ليه المعركة بتاعت مادرة كانت بعيدة يحصل اللي زيتسو كان مستنيه وواحد من الجيش يكون برا مجر رؤية مادرة يعني مادرة ما كانش يشايفه بسبب ان الجيش كان عدده كبير جدا وياخد عينه ويهرب مادرة مرة واحدة يلاقي الدنيا سودا مش شايف اي حاجة فضل قاعد في مكانه المعركة لغاية لما هشراما وتبراما قدروا يقضوا على الجيش اللي قدامهم ويروحوا يدوروا على مادرة وهما بيدوروا عليه يقولوا ممكن يكون فشخ الجيش اللي كان قدامه ويرجع تاني للقريا هما مش عارفين حاجة لسه فجأة يلاقي واحد قاعد على الارض يقولوا مين العبيد ده ودومهم قطعها باين انه كان من الجيش اللي كان ضد مادرة يقرروا انهم هيروحوا يسألوه إيه اللي حصل لكنهم من ضمن الجيش بتاعه يقربوا منه وكلما يقربوا هم مشاكين في حاجة بس يقولوا لا لا مستحيل ويخبطوا كده على كدف الشخص ده يلاقوا في وشههم مادرة وعينه بتنزف دم هشراما يتصدق وتبراما يقول مين ده مادرة يسمع السوق يفاهم هشراما وتبراما على اللي حصل طبعا اللي اتنين متعصبين جامل علشان عرضوا علي دعم وحتى لو بسيط بس هو رفض مادرة يعترف بغلطته ويرجعوا تاني الكرة يتكونوها هم التلاتة كان في شخص لسه ميت من القوتشيها الشخص ده كان من ضمن ضحية جيش تبراما هشراما وتبراما يعرضوا على مادرة انهم هيزرعوا فيه عين الشخص ده مادرة يوافق يزرعوا فيه عين الشرينجان اللي كانت عند الشخص ده وبعدها يفتح مادرة على الناحية التانية عايز يعرفوا اكتر وفي يوم من الايام عمك هانزو سلماندر يعدي من المكان اللي ناجاتو كان مستخب فيه بسبب الحرب ناجاتو كان صغير ومع اتنين كونان وياهكو هانزو يشوفهم يقول لا دول لازم يموتوا زيتسو مرقب كل ده من بعيد هانزو يهجم على ياهكو ويموته ناجاتو وكونان مرعبين فجأة يظهر زيتسو ويزرع في ناجاتو عين الرينجان ويسيطر عليه كونان مفكره ان دي تكنية من عند هانزو علشان يموت ناجاتو بس زيتسو عن طريق ناجاتو يستدعي تمثال جيده ويفشخ هانزو والجيش اللي كان معاه كونان كل ده مصدومة وفي نفس الوقت مرعوبة ايه اللي بيحصل مين ده ده ناجاتو اللي عرفه ولا ناجاتو واحد تاني نسيت ياهكو اللي لسه كان ميت من 3 دقايق وبعد ما ناجاتو يهدى ويستوعب الدنيا زيتسو يسيبه ويقوله انا انقصت حياتك بس محتاج منك تكون معايا علشان نحقق السلام في عالم الشينوبي طبعا كل ده ناجاتو بيعيط على ياهكو زيتسو يستغل نقطة ياهكو دي ويزرع فيه حقده وكراهية تجاه عالم الشينوبي كله ويفضل يدربه ويعلمه كل حاجة عن عين الرينيجان وتعد السنين وكوشنا مرات ميناتو تكون حامل وجه وقت الولادة زيتسو يستغل ضعف الختم اللي بيكون وقت الولادة ويهجم هو وناجاتو على كاريو تكونوها ناجاتو في الوقت ده كان مستعار اسم بين مادره يلاقي خمس اشخاص وقفين بره الكاريو يرعبهم من بعيد بس يقول لا دول هيعملوا حاجة شكلهم شكلهم كده هيهجموا على الكاريو دول اغبة خمس اشخاص شفتهم في حياته بس لما ركز اتصدم صدمة عمره كلهم عندهم رينيجان الخمسة يجري على هشرامة وطبيرامة ويقول لهم على اللي شافه ويطلعوا هم التلاتة عشان يقابلوا الخمسة دول يكون اصلا فيه واحد سادس دخل جوا الكاريو ودخل مكان الولادة وفجر المكان مينتو ينقذ ابنه والشخص اللي فجر المكان ده ياخد كوشينا ويحرر منها كوراما ودي كانت الاشارة علشان يهجموا الخمسة اللي بره ست مسارات الرينيجان دد مادرة وهشرامة وتوبرامة السلاسي المرعب ومعاهم مينتو وميد كنوها الاصف تتوقع مين اللي يكسب هتعرف في الجزء اللي جاي ما تنساش تنزل تحت تقول لي ايه رايك في الجزء ده وتتوقع احداث الجزء اللي جاي وتأكد انك مشترك عشان يوصلك اشعار الجزء الجديد لما ينزل ويلا سلام